ما هي القيمة? الناتجة ازا توصل المكسف عالدوالي. وما هي القيمة الناتجة ازا توصل مكسف عالدوازي. تمام؟ كل اللي انا عرفنا ان شاء الله في الفيديو ده. خليك معي وركز معي. السلام عليكم على كلام وبركاته. وحلو Aside б موضوع الشاشة عملنا مكسفين عالدوازي. ومكسفين عالدوازي تمام? اه والشاشة اصلا كانت مكسفين اتنان. فأنا عملت لها اربعةviamente عاوز ما بنلقى اهو حاجة معينة كده. حاجة مهمة. المكسف اما يتوصل على التوازي. تمام? بيديني ايما. واما يتوصل على التوالي بيديني ايما. تمام كده? طيب احنا الوقت معنا مكسف وتلات مكسف Huh2 هشرة مكرو. التلات مكسفات اللي معي. تمام? متين فولت عشرة ميكرو. تمام كده? اهو. متين فولت عشرة ميكرو. طيب اتلات فولت على افو ميتر هوت سمحنا قلنا هنشتل بس الاسود. تمام? وهنركبه هنا. على كلمة سي اكس. تمام كده? وهنجيب على ورقة ايه? الميكرو اه اللي هو حرف اه. اه على ورقة المكسفات اللي هو حرف الاف ده. تمام كده? على اعلى حاجة هو عن متين. طب ركز معي كده. انا الوقت لو بقس مكسف. اهوت. ده مكسف عشرة ميكرو. اعطني اقراية كم? عشرة. بيونت اه تلاتة من عشرة ما سباك من الرقم الاخر ده. عمطا عشرة ميكرو طبعا مزبوطة طمام? طيب انا لو عملت اتنين مع بعض توالي. خب بالك كده? توالي. تمام كده? جبنا. موجب مع سالب وسالب مع موج يعني ايه? خلنهم توالي. هل هو هديني عشرين ميكرو? ولا هديني ايه? لأ. على التوالي بيديك نص الايمة بالزبط. يعني المكسف ده عشرة ميكرو والمكسف ده عشرة ميكرو. برما يديك عشان ميكرو? لأ هيديك ايه? خمسة ميكرو بس. طب نقيس كده. عاطيني خمسة ميكرو. معين هم اتنين. بس عالتوالي. عالتوالي الايمة بتتقسم بالنص بالزبط. ايمة المكسف بتتتقسم بالنص بالزبط. طيب لو وصلنا على التوازي دي توالي تمام لو وصلنا على التوازي كده الوقتي سلب مع سلب وموقب مع موقب تمام كده سلب مع سلب وموقب مع موقب هل هيدينا كام لا هيديك الضعفة بقى في الطرق دي تمام يعني مكسف دق عشرة مكرو المكسف دق عشرة مكرو هيدك عشرين مكرو ركز معي كده عاعطني كم عشرين مكرو ستة من عشرة في حالة التوازي المكروه بالضاعف في حالة التوالي الميكروه بتقسم بالنص قد Hell's تمام كده انجبه ركزوا في الحتة دي في حالة التوالي المكسف آآ بتقسم بالنص. في حالة التوازي المكسف بالضعف. الميكرو بالضعف. تمام? اهو. ده عشرة ميكرو ده عشرة ميكرو يعطي لنا عشر ميكرو الاتنين. تمام كده? لكن لو واحد لو واحد لو واحده تبقى مزبوطة. زي ما مكتوب عليه. عشرة ميكرو بقى عشرة ميكرو. طيب. اما عملت الفيديو بتاع الشاشة. اما عملت الفيديو بتاع الشاشة. الشاشة اساسا فيها اتنين على التوازي. تمام? كان اه كان خمسة وعشين الف اه خمسة وعشين فولت على الف ميكرو. اما عملت اتنين بقى كام? الفين ميكرو. تمام كده? طيب. هو البرد اساسا مش في كل احوال اللي نعمل التراضي مع بعضها يعني اضاعف المكسفات. في البرد اللي عليها حملة بس زيادة. بمعنى الشاشة دي كانت المكسف ده بالزيادة. خط الاتنجر فولت عليها حملة جميل شوية. يعني رايح للتاي ورايح للمسطرة ورايح للكده. فهكذا حاجة في الشاشة عشين كده في ايه على حملة كده عشان كده الشركة عملالك اتنين على التوازي. تمام? طيب انا ضعفت اما المكسف يتغير بنفس الايمة يتحرق مرة واثنين وتلاتة. تمام? اما تضيف اما تلاقي لك الجهاز بالطرقة دي كده وبيضرب المكسفات بسرعة هتزود في مش في كل الاجهزة تزود مكسفات. تفهمني? اما يجي الجهاز بيضرب المكسفات بسرعة يبقى اه يبقى اه يبقى تزود. هترفع الانت الميكرو شوية هيعيش فيه. لكن لو جهاز شغال عادي ومكسف بس يضرب فيه مرة فمشكل الاحوال ايه? انت تضيع المكسف زي انا عملت في الشاشة. عشان طبعا برضو ما يكونش بقى قدم معلومة غلط لحد. وتمام? انا حبش هضر حد. تمام? عشان ما اضرش اي جهاز. الجهاز بس الوحيد. اما يكون قيمته المكسف فيه بيضرب بسرعة اه دي الحالة الوحيدة. اللي هنعمل ايه? هنضعف المكسف فيه. لكن لو جهاز ضرب مكسف مرة وخلاص مرة فعمره فعادي يعني هنضغير لنفس الامة وخلاص. يا رب يكون الفيديو واعجبكم. وكون وضحت المعلومة. تمام? اشكوكم على الفيديو جديد ان شاء الله. كان معكم اخوكم السيل عوض من كناة طبعا حنوكترانيات. والسلام عليكم وعند الله بركاته.